تهدأ حدة تصريحات بين طهران وواشنطن مؤقتا بتأكيد قادة البلدين أنهما لا يريدان الحرب في محاولة على ما يبدو لطبط إيقاع التصعيد المتزايد بينهما لكن خلف التصريحات تلك ثمت ترتيبات داخلية خاصة الواضح منها حتى الآن تعيين المرشد الإيراني نائبا ومساعدا تنسيقيا في الحرس الثوري ضمن مواصفه علي خامنئي رفع قدرات أداء الحرس الذي أدرجته الولايات المتحدة مؤخرا على قوائم الإرهاب لكن رفع الأداء الذي يتوازى مع حشود أمريكية في المنطقة سبقه طلب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية الاستعداد لخوض حرب بالوكالة وهذا الطلب قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه حصل قبل نحو ثلاثة أسابيع لدى زيارة سليماني للعراق الرسالة وصلت لواشنطن التي دفعت بوزير خارجيتها لبغداد وهناك قيل إن مايك بوبيو طلب من العراقيين ضبط ميليشياتهم وإلا فإن بلاده سترد بقوة حسب ما أفادت مصادر عراقية لرويترز إذن المواجهة مع إيران ولكن ساحاتها متنوعة العراق، اليمن، سوريا وحتى لبنان كلها جاهزة للاشتعال تحت طلب المرشد الإيراني الذي يتبهى باحتلاله عواصم تلك البلدان وفي الآن ذاته يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فتح قنوات تواصل مع طهران التي ترفض التفاوض مع واشنطن تحت الضغوط فهل يتلقى ترامب مكالمة من إيران كما أمل الرجل أم أن الأمور آخذة بالتصعيد